بسم الله الرحمن الرحيم نشرح الخامسة من محارات البروسيطولوجي اللي هي الهوك وارم الديدان الشيصيه او الديدان الخطفية معتنىها عدنا طبعا نوع من الهوك وارم اللي هي الاكerteوما ددنال والنكتر امركينيوس الاكتباه استيقائم لابن الاكتباهна كترجمة بالانجليش العادي الانكلوس هي تعني هوك دونال والاستومة تعني mouth كترجمة حرفية من هو الاكتشافة العالم دوبنين هو اللي اكتشافها سنة 1843 أو 1840 بإيطاليا النكتر أمريكينياس من اكتشافة العالم استيلوس عام 1902 يعني النكتر أمريكينياس هي أحدث من الاستومة الاستومة قديمة شوكتشون كتشافها من خلال عينة المسبيس من اوبتند فروم تيكسيز ان يونيتي دي ستيت امريكا the name laterally mean امريكا مردر يعني باللاتيني النكتر شن تعني؟ تعني مردر يعني شنه مردر يعني القاتل زيان الديدان القاتلة النكتر أو الامريكا مردر القاتلة تعني it is called American or the new world هوكور وهي تحتبر new world new world هوكورم بينما الانيكليستومة دودينال والد وارم أو والد وارد هوكورم مثل ما قلت لأنها يعني ب1902 كتشفوها هاي لا الانيكليستومة ب1843 فقديمة الانيكليستومة يقول الهوكورم هذا السويلي يعني اكثر شي يزداد الانفكشن وين بالمناطق الريفية بالذات بالحقول المات الشاي أوكي يعني عند الفلاحين اللي يشتغلون بحقول الشاي أو الشاي أوكي الهوكورم وكذلك بالحقول الخضروات الساوث أو الساوثر اندية جنوب الهند where people defect in open ground or use feces as fertilizer directly يعني شنو open ground يعني مثلا تمشي على يعني الفلاح يمشي على الأرض ملابس يعني شون نقول تكرمون الجزمة الخاصة بأنه يلبسها أو بالفيسز أوكي يعني مثلا يستخدم طريقة يعني يستخدمون هذا السماد يعني عن طريق السماد التربة فيصير يخترق السكن ماتة ويسوي الانفكشن المورفولوجي ماتة نحن عدنا الادلت وارم بيها ادلت وارم وبها لارفهية أو بها ايج الهيباتات مالتها الادلت وارم live in small intestine mostly in geogeno وين بالsmall intestine وين بالضبط بالجوجين there are slendridal وارم شكلها أصطواني biobank or اغريشي واتيش شكلها وردي او شاحب ابيض رصاصي وغالبا ما تظهر يقول انه هي لكن تظهر اكثر شي باللون الريدش باللون الاحمر ليش الريدش brown do you to ingested blood لان هي من تروح ل small intestine لالجوجين راح يعني شون تشتغل مثل البمب شنو تسحب دن كي تسحب دن فلون هاي يعني يبين ردش the body is curved with the dorsal aspect concave and ventral aspect convex البودي مالتها راح يكون بانحناعات او منحنية وانسا هي هاي تشوفون انه جسمها منحني منحني curved اه يقول شنو بها الدورسال مالتها راح يكون بها concave و ventral راح يكون شنو convex يعني مقعر ويكون محذب الدورسال concave مقعر وال ventral راح يكون محذب convex ال adult female is about من 9 to 13 ملم طبعا احنا المنثيس الصفة المميزة بها عن باقي البرسات انه دائما تكون اطول من الميل adult female is about 29 إلى 13 ملم هي طولها بينما الميل يكون small than 5 إلى 11 ملم تقريبا طول لأقل من او يتراوح بين الخمسة ال 11 هو يعني اصغر من الميل anterior end half buccal capsule analon to mouth armed with the two ventral bare of tooth نجي هنا رسم حتى نعرف ماذا يقصد يقول anterior malta به شون البucal شون الكapsule هذا التجويد وهذا التجويد طلاب به زوجين من الأسنان هذا الزوج وهذا الزوج نسميها اما teeth او هو هذا الزوج وهذا زوج يعني اربعة أسنان قدها جيد اه بعد the posterior end of male has co-blaterally بارسا شوفوا هذا posterior end هذا بالميل هذا الميل هذا ميل شون بالنهاية مالتها يعني شون تكون بلفائث زين مو مثل الفيميل الفيميل لا تكون عدلة النهاية مالتها تكون symbol con cull tail ذي المالتها بالنهاية يكون symbol tail يعني ما بها straight حتى نشوف هذه النجمة شنو مكتوب بها مثل ما قال الانتيريار اثنين هم نفس الشي posterior female تكون straight بينما male لا يعني شوفوا الانتيريار جهة الانتيريار اثنين هم female و male نفس الشي ما اكتلاف بس الاختلاف بالباستيريار زين ف male بالباستيريار سيكون copulatory بارس ليش لفائف بينما female راح تكون straight هم هنا الاختلاف يكون هنا بعد يقول female worm female worm is larger مثل ما قلنا هي تكون اكبر the posterior and eyes pointed with the sub terminal anus sustated ventral شون اميزها الفemal من خلال النهاية ما لا تقنس right وكذلك الانياص فتحت الانياص راح تكون شنو راح تكون بجهة ventral ventrally زين sexes are easily differentiation by their size يعني بسهولة انه اميز من خلال size من خلال shape posterior end يعني كل وحدة شنو بها position مالة genital كبارك genitalia opening هذه همات تميز لي اياها تميز السكس الفemal lie around 15 الى 20 الف egg daily 20 الى 20 الى 50 million eggs during life time يعني هذا الفemal يعني يتخلي بيوض اقل من الاسكارز الاسكارز قلنا تقريبا تخلي باليوم الواحد 200 الف بينما هنا يقول في المالتها تخلي تقريبا 15 الى 20 الف باليوم الواحد ككل خلال حياتها كلها تخلي تقريبا 20 الى 50 مليون نجي الى نكتر امركينيوس قبل نحك علي الانكليستوما الانكليستوما مالتهم نشوف انه هنا اكو هذا كبس تسمينا زوجين من الزوجين الاسنان الاختلاف هنا انه هذا سيكون الانكليستوما سيكون طيات بها الطيئ وهذا الطيئ سيكون اتجاه يعني يختلف عن الانحناء مع الجسم الانحناء مع الجسم هي رح يكون إنحناء بينما هاني رح تكون هي مقابلة يعني 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 مو هي مثلها يعني مو هيك مثلها وياها لا الانحناء مالتها هيك معاكس حتى هو دا يقول هنا انه الانتريار اند is bent direction all by z للجنرال يعني للانحناء العامة جسمها كله اوكي فهذا المقصود منها الانكلستوما يعني هذي تختلف عن الانكلستوما الانكلستوما قلنا بها اربع اسنان بينما هذي شنو راح تحتوي نكتر امركينيس with the two cutting teeth يعني راح تحتوي على فقط قطعتين من الاسنان يعني شنو يعني السنين زيان راح تحتوي على شنو سنين هذا النسب اشبهوهن بالاسنان تحتوي على السنين مو مثل الانكلستوما هذا الانكلستوما هي اربع اسنان اه زوج بكل سايد زيان زيان نجي هسا الانكلستوما والانكلستوما ما راح اقدر اميزهم يعني بخلال الانكلستوما راح اقدر اميز هل هي انكلستوما لو هل هي اه نكتر فشكلها راح تكون او فشكلها بيضاوي الطول مالتها راح تكون تقريبا ستين والدائمية راح يكون تقريبا اربعين كالرلس ما بيها لون نوت بايل ستاند اه سراوندد باي ثن هاي مهمة سراوندد باي ثن اترانز 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 بيرنت هاي لين شل منبرا طلاب بس تخيلوا اياي تخيلوا او هنا انا موجودة اعلم امي تخيل اه هنا انا هسا هذه بالرسم اذا تشوفون راح تكون اكو منطقة هاي لين او مادة سائلة تفصل الغلاف اللي يحيط يعني شوانا اقولكم هذا هو الغلاف هذا كلها الغلاف هذا الغلاف وهذه موجودة داخلها شنو الايك الجنين هذا الفراغ اللي بين الجنين والايك يسمو شنو هاي لين شل يسمو شنو هاي لين شل سراوندد باي ثن ترانز بيرت هاي لين شل منبرا يعني هي الايك تحاق بهاي لين شل منبرا مثل ما واضح السهن انا عدنا بالصورة هاي لين شل منبرا هو ليحيط هاي هذه الايك زين افلوت انساتوريتد سولت ساليوشن هذه الايك راح تكون هاي شون اه نشوف نشوفها طايفة داخل الكابسول مالتها او هاي شل طايفة بسائل يكون ملحية وين ريليز بايدا وورم ان انتستين لما تنطلق هذه الورم بالانتستين the e-contained unsegmented اول ما تنطلق يعني هسمو الادلت وورم الموجودة بالانتستين بذات وين بتجوجنا شتطلق لي تطلق البيوت هاذ البيوت شرح تكون انسيجمنتد هسه شون يعني انسيجمنتد هاسه مثل هاذي هاذا الهايلين شيل هاذ شنو هاذ البيوت هاذ البيوت يعني منشوفها مثل هسه هنان هنان هسه مقسمة هيش يعني لا هيش واحد ما بيها هيش سيجمنتد يعني هيش بيها اقسام هيش يعني نقسمها سيجمنتد لا هيش واحد انسيجمنتد تكون اول ما تنطلح هذه اقل الافم يقول وين بالفرش ستول بين اوبم دفلوب بعدين هاي الافم صر دفلوب يعني صر سيجمنتد وين باس ان فيسس باي كونتين سيجمنتد اوبم بعدين خلال الفيسس تروح للسول شصير سيجمنتد اوبم سيجمنتد اوبم نجزولي ودفور او او ايت بلاستومير يعني شنون يعني راح تكون حاويتلي على تقريبا بثمانية اربعة الى اثمان بلاستومير اللي هي هذي الكرات اللي دا نشوفها هنان هنة ذا نسيجمنتد سي مقسمة هنان دا تحسبوه ان يطلع عن ثمانية يعني تتراوح عددها من اربعة الى ثمانية يعني اثمنا افتهمتوا ان شون السيجمنتد وشون الانسيجمنتد الانسيجمنتد عيدها هسه هذي الانسيجمنتد وهذه البيضة البيضة ما راح تكون هيت مقسمة هيتشي هذي نسميها سيجمنتد لا هيتشي راح تكون قطعة وحدة تكون قطعة وحدة فاول ما تنطرح هي تنطرح قطعة وحدة زين there is a clear space between سيجمنتد اوبام و ايكشل راح يكون اكو سبيس طلاب هنسمون هذي الشال وال اللي هو الهايلين شال وهذه البيضة السيجمنتد اللي مقسمة هذا السائل هنا اكو او فراغ شو نسميه نسميه clear space زين ديجو لللايف سايكل لايف سايكل need only single host لايف سايكل مالتها تحتاج يعني only single host اللي هو منوه راح يكون الانسان definitive host human are the only natural host no intermediate host ما كو لها intermediate host يعني فقط definitive هو بس الهيومان انفكتب فورم راح يكون هنا الانفكتب فورم مالتها طلاب هو منو الفلافرم لارثة ماذا يقول 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 الفلافرم الانفكتب ستيج هو الفلافرم لارثة ماذا تطور هذي الفلافرم لارثة دعنا نشرح هنا على الرسم وبعدين نرجع على الشرح بس اريد اعرف هذي ليش الكتابة انا مقشروه يعني ليش الكتابة مدد يعني تطلع علي هنا اوكي شوفوا طلاب هنا اول ما يطرح الانسان يطرح ايق بالفيسس اوكي ش راح تتحول يعني تطور يصير لها انسلاخ ش تطيني تطيني الربدي فورم العربة اللي هي هاي شنسميها نسميها all one نسميها all one زين بعدين هنت تطور ش تتحول الى filiform larve اللي هي all two يعني all هي من الاربة all two المرحلة الثانية يعني صار لها انسلاخ تحولت الى filiform larve بعدين هذي تطور اكثر الفيلي فورم يعني تكون قادرة انه تخترق الاسكن فيسموها filiform larve او هي يعني يسموها all three all three وشون تدخل تدخل الانسان عن طريق الاسكن اللي يساوي بنترايشن للاسكن تخترقه وتروح المن اول ما تروح تروح لللنج تروح للهارت للفارنج اوكي وبعديا تروح المن للانتستن وهناك تتكاثر جيد دعنا نقرح الشرح هنا لما تروح المن لديك تروح المن حول المن نقرح المن نقرح التقليح المن نقرح المن نعم الانبريو اكيد. يحتاج تقريبا الى يوميا. الانبريو راح تتحول الى الاربتيتي اللى طولها تقريبا 250 مايكرو متر. بعدين هذا الاربتيتي عندما ستتحول ستتحول الى الفيلي فورم يقول ربدي فورم لاربة فيد عن بكتريا و اخر ماتيريال يعني ستتاكلها بكتريا ثانية او يعني اي شيء اي اورغانزم تاكلها بعدها هناك سيصير لها تكاثر عفوا يعني هي تتغذى على البكتريا عشوالة صايمين ف نتفص اوكي هي تتغذى على البكتريا يعني كنت بكتريا بالتربة فهي تتغذى على البكتريا والمواد اللى موجودة بالتربة يعني مثلا اي عناصر اللى موجودة بالتربة اللى تساعدها عنه حتى يصير لها gross انسائز اند موليت تويس انثيرد اند فايف دايوي يصير لها شنو انسلاخات يصير لها شنو انسلاخات يصير لها طبعا يقول انسلاخين بعد 3 ايام الى 4 ايام بعد ما يطرحه انسان خلال الفيسيزمات للتربة دور المنت يصير فليفورم طولها 500 الى 600 مايكرو متر نط فيدنك انفكتب استيج هذه الفيليفورم يعني شنو يعني ما لازم ناكلها لان هي راح تكون انفكتب استيج هي اللى سوى الانفكشن بالهيومان they can live in soul about 5 بيك راح تظل موجودة بالسول لمدة خمس اسابيع لها القابلية تنتظر ان واحد يجي الهوست او تجي تخترق الجلدة هي اوكي بعد وحتى يعني مراتها ما تدخل عن طريق الاورال بس الاورال يختلف عن يعني الانفكشن اللى راح يصير اذا كان اورالي يختلف عن اذا كان بالسكن يعني اذا كان دخوله سكن يختلف عن طريقة دخوله اورالي فرح شوى يكون تغيرات الصير المهمة هسا اللى اجي هنا اقول داركت اللى راح يقتلها هي الاشعة الشمس المباشرة عليها المناطق الجافة المي المالح هذا كله يقتل هذه اللارفا ذي فلي فوروم لارفا بنت رايت سكن سابك وتانا ستشو بتوين توز دورزام اوف دفود سكن اوف دهان راح تخترق هذه اللارفا مثل ما قلنا الجلد بالذات تحب المناطق الرقيقة اللى هي بين اصابع القدم الدورزام مات الدفود السكن مات الدهان يعني تحب المناطق الرقيقة يقول اللارفا راح تدخل هذه اللارفا مخترقة للجلد راح تدخل تروح للدم الدور تروح للرائت هارت لانج الفارينكس تروح ذلك كلهم دورينج ميغريتيشن رتشينج اسوفيقس تصل المن خلال رحلتها راح تدول الدور بعدها تروح للاسوفيقس الدور راح يبتلع على الانسان تروح المن اندر جو ثيرد مولتنج انتستان اندر راح يصار لها انسلاخ ثالث حيقلنا قبل شوية ثلاث مولت صار لها وين هاي بالبيئة انسلخت يعني تطورت اثنين وين بالبيئة راح يصار لها انسلاخ ثالث وين بالانتستان الدور بعدها راح تدخل على انسلاخ ايضا الرابع يصار لها بكال كابسول ويطلع لها بكال كابسول اللي هو هذا البكال المستحر شفنا به زوجين مات الاسنان او شنو راح تطور المن الى الادلتور تتطور المن الى الادلتور تتطور الاسنان تتطور النافذة حالة الانفكشن هاي اللايف سايكل مرتها تتطريبا يعني تاخذ ستة اسابيع حتى يعني تتطور وصير الادلتور وصير سوي الانفكشن Rarely Oral هي نادرا قلت لكم هي اكثر شي تدخل عن طريق الاسكن Rarely ما تدخل عن طريق الأورال Oral Root Infection By Ingestion Phileiform Larva Intercirculation Or Larva May Be Swallowed And Developed Into Adult Warm The Small Intestine Without Tissue Faces شنو يقصد بها هذا يقول احنا من راح نبتلعها يعني هي ما دخلت للجلد وراحت للسيركوليشن دور راحت مباشرة للإنتستن والا السماك ودور راحت للأستنتسن وهناك تتكاثرت لا لازم تروح لللانج واللانج الي والله و Living والدور تروح للفارنكس ودور توصل للإيسبيس ودور البتلعها يعني ذهيت وفي الإنتستن وتتكاثرت اهنا لا، لا يщо يكون هناك يعني ماテالي راح ودوادنا تروح لان اصلا دوخرتها ولا احنا كنت اصلا أنا ابتلعتها يعني طريق مباشر ما ق 이러هان طريق الاسكن فمباشرتا راح تروح للأستني فهناك بالأستن اش راح يصير يعني تتطور اكتين مهمات ادلت وان بس شي يقول يقول without tissue faces يعني شنو ما تطلع لي اعراض يعني مثلا بالرسبائي رتاري بالهارت اه بعد بالفارنكس ما ما تطلع لي يعني اعراض على اللنغ والهارت لان هي ما راحت لهم ما راحت يعني عن طريق الاسكن وراحت خلال الدورة الدموية راحت الهارت والاسكن لللنغ لا بس انا ابتلعتها يعني او راضي مباشرة الان هي اخذتها فما تسوي الاعراض without tissue faces زين transmemory and transblacental transmission reporter for aniclostoma dudinal but not nectar amarcinias الانيكلستoma طلاب الها القابلية انه تنتقل خلال transmemory و transblacental يعني خلال المشينة تنتقل للطفل خلال الدم تنتقل يعني الها القابلية بينما النكتر لا مالها هذه القابلية زين الباثوجينيسيز on the clinical manifestation اشلو راح تسوي الدزيز هذه الهوكورم اشلو راح تسوي الدزيز اعتمادا على شنو اعتمادا على ثلاث فكترات مهمة اللي هي number of form present مثلا يعني الانفكشن من شخص الشخص راح يختلف حسب اش كثر عدد هذي الهلمنتس بداخل جسمي وسوت لي يعني درجة مالة الانفكشن يعني هذي هي سيفير لا مال لا يعني سبتوم ما قعد اي سبتوم لا سبتوم فتعتمد على الدوز مالتها على number warm present بعد مثلا اذا كانت انكلستوما لون اكتر طبعا هي الانكلستوما تكون اخطر من النكتر فشنو النوع الهوكورم اللي انا نصبت بيها هذي مهمة بعد النتريشنال كوندشن اوف انفكتد بيرسن النتريشنال كوندشن معنى شنو يعني مثل حالتها الغذائية يتغذزيان يأكل زيان اذا كان يتغذزيان فهي تحب الغذاء وهذه الامور فسر الانفكشن عندك يعني شون متطور اكثر بينما لا والله اذا كان حالتها نتريشنال متى لا فهههههه تكون الانفكشن قليل فهم حسب هذه الحالة بعد النكتر اماركنياس انبيرسن والكازز نو سابتوم اذا يقول اذا كانت النكتر اماركنياس داخل جسمي عددها 25 ما تطلع لي اي اعراض الا اذا كانت اعدادها من 500 الى 1000 راح تطلع لي اعراض وتكون سبير وإذا تكون هذي النكتر أعدادها أكثر من ألف راح تكون fatal consequence تؤديلي إلى الموت بعد تكون قاتلة بينما الانيكلستوماس بيشيوس يقول هذه تسحب الدم طلاب يعني أكثر من النكتر أمريكيوس نكتر أمريكيوس هم تسحب الدم من الجوجينة لكن الانيكلستوماس تسحب دم أكثر فراح تكون أخطر لذلك يقول if you're warm cause greater disease يعني بأعداد أقل من النكتر أمريكيوس تسويلي ديزيز يعني أكثر أو سيفير أكثر يعني أعظم زيان بعد 100 or 100 warm causes severe septum فتخيلوا يقول أنه بس مجرد 100 واحدة من هذه الهلمنثلس اللي هي الانيكلستوما تسويلي severe septum بينما هذي تشكلنا قلنا إلا 50 إلى 1000 500 عفوا إلى 1000 يلا تسوي severe septum هاي لا 100 سوي يعني تخيلوا إذا هذه أعدادها بالجسم 500 إلى 1000 تسوي fatal consequence تكون قاتلة the major pathological change is caused by adult worm and larva stage فيقول يعني هي المرض الشدة ماتة من شخص إلاش شخص أو يعني يختلف أو يكون متغير حسب الأدلت وارم واللارفال stage والباثوجين طلاب نحن قلنا الانفكتيف استيج من هو الارفال استيج اللي هو فيليفورم لارفال استيج أو نسميها الال 3 الآن طبعا نجي للأول شي راح ناخذ هذا هذا نشرحه والدور نرجع للفوق لأن هذا يعني يحكي أول شي عن الاسكن لأنه هو أول ما تدخل هذه الهلمنتس واني تروح تخترق الاسكن الدور بعد نسوي لي يعني الأعراب تروح للدماء فنجي نعرف شنو الأعراب اللي راح تطلع على هذا الاسكن الدور نجي نعرف شنو راح يصر بالبلد فيقول باثولوجيكال تشانج ديو لارفال استيج اللي هي مغريشن فيس طبعا الاسكن نسميه سكن فيس ومن تروح لللنج نسميها لانج فيس أوكي فبالسكن فيس شنو راح أسوي لي درمايتاس نام جراوند اتش يعني نسوي عنده حكا دوي اتش نسميها يعني حكا يعني نسوي حكا استطلع عندها البابي والحباية بعد نسوي عنده هيتش شوني يشعر كأنه منطقة حرقة حرقة عنده صير بعد نسوي عنده سيكوندري انفكشن يعني مثل عنده انفكشن ثاني بسبب هذا الشيء بالجلد ماته زين ننجي لللنج فيس نيجي شو ساوي باللنج ساوي نيمونايتس ساوي الليرجيك راكشن فساوي نيمونايتس عدنا ساندروم خاصة بالجهاز التنفسي نسميها ليفورز ساندروم اه تظهر عنده شنو كوف اسما لو فيفر بلد سبيوتم يعني بالبلد ما ترح تطلع سبيوتم او عفوا هو يعني سبيوتم ببلد سمي شنو يعني سوف بالأكسرائي شوف اللنج انه شون بها يعني ملتهبة انفليميشن صايرة بها هذه الاعراض راح تطلع تقريبا يعني بعد اسبوعا من انه دخلت هذه الهلميثس الى داخل الجسمي الباثولوجيكال تشينج نرجع حسنا للفوق اوكي هسا هي بالدم يعني اخترقت الجلد وعرفنا يعني شنو الاعراض اللي راح تصر بالسكن شنو الاعراض اللي راح تصر باللنج اذا وسط للنج في البلاد شنو هيصير بالبلد jekالشكلالجاجلكالجانج كازاداولت وورم انتستينى الفيسي يعني بال بالانتستين وبالبلد ما يقول بلد lose كازاديى هابيه ااا Vision او انفكشللات الهايبوكروميك الماكرو Yo jeanina او المايكروتك انايمي خلال هيه dé؟ ارحنا اضعنا احنا ممكن اتسحى بالدم، تمتص الدم اذا كانت الموجودة بالانتستين الآن نتحدث عن الأعراض التي تصل بالإنتستن لأنها سيوصلت للإنتستن بالإنتستن من تكون موجودة مثلاً بأعداد هذي كثيرة أو لا طوالة يعني مثلاً هي موجودة برولونغ فترة صارها كلش طويلة راح تسحب بلود بنياً من الإنتستن فش سوى عنده شو سوى عنده أنيميا مايكروتك أنيميا بعد لوس أوف بروتي ليد هايبوناتريميا عن إدماء تسحب بروتي من الإنتستن فتمتصة فسوى عنده هايبوناتريميا بالتالي سوى عنده إدماء The early phase manifest as low-grade fever anemia, nausea, vomiting and diarrhea, and abdominal discomfort, iron deficiency anemia and hypo albonemia يقول بالearly face يعني من وصلت للإنتستن الإعراض المبكرة اللي راح تطلع عندي شخصي يعني يصر عندها Iron deficiency يصر عنده Abdominal discomfort, anemia, nausea, vomiting, diarrhea, low-grade fever اللي كل هن نصر عنده بالearly stage يعني هسا وهو وصلت للانستم Infection in children associated with the desire to eat the soul and unusual substance وكذلك يصير بالاطفال يعني هذا الانفكشن يصيرون بالاطفال اكثر شي لياش لان هو شون يلعب بالتراب مرات وانا عن طفل ما يفتهم فما يعرف مثلا يأكل يحط تراب حلقة او يحط مواد يعني unusual substance فاصل عنده الانفكشن هذا السؤال مهمة الدكتورية يعني خافي يأتي بالامتحان وهو causes of anemia in hockworm infection شون السبب الانيح الحكوورم يعني anemia من خلال احنا قلنا قلنا تسحب هي بلد فقل بلد sucking by parasite for their food the bump like action when warm sickle او suck blood يعني شونه راح تسحب الدم هذه البراسات راح تتغذى او تجعل يعني شونه حتى تحصل على الغذاء مالاتها تتغذى على الدم the bump يعني تشتغل شون البمب شون البمب اللي يسحب اذا شايفين هذا البمب مالات الماء فتشتغل مثل هذا اللي يسحب يسحب الدم اوكي فبعد شون chronic hemorrhage from puncture site from geogenomyocos اتسوي ثقب بتجوجيناموميوكوزة فاصر عند الشخص chronic hemorrhage the worm secrete anti coagulant which facilitate bleeding هذه الworm طلب تفرز لي مواد مضادة للتخثر يعني تخلي الدم سائل يعني تطين anti coagulant اوكي فتحفز لي bleeding يعني شقة خطرة هذي the worm usually change the site when suck blood هذه الworm يعني تغير مكانها مثل هي سويتلي هنا سحبت من هذه المنطقة خلصتها راح تلغير منطقة هم تسحب منها تتغذى عليها وهي تشي change position تغير بالمكان مالتها deficient absorption of vitamin b12 and folic acid اكيد يعني هي راح تسحب تمتص vitamin b12 and folic acid فتسوي عدة شخص ناقص عندها بهذه الانشغلات depression of the hemoptic system by deficiency intake of protein راح يصر شنو عنده يعني ينخفض مستوى الدم بجسمه او النظام الدموي يعني الدم داخل جسمه شنو راح ينخفض كذلك شنو راح يصر عنده يعني مرات deficient by intake protein بروتين هو اصلا ما ياخذ فهذا كله يعني يقلل من الدم مستوى الدم داخل جسمه اللي يسوي عنده انيميا average blood dose by heart spare warm per day is 0.3% مل وذة النكتر امركنيس واثنين بالعشرة اللي هي وذة الانكليستوما دودينال يعني النكتر امركنيس لذلك يقلنا احنا الانكليستوما هي اخطر من النكتر لان الانكليستوما طلب راح تسحب تقريبا اثنين بالعشرة من الدم يومية بينما ملي لتر طبعا بينما النكتر لا راح تسحب ثلاثة بالمية يعني اقل يومية فلذلك تعتبر هي اخطر الانكليستوما تعتبر اخطر زين شنو التريتمينت نطيه للشخص نطيها البندازول ميبندازول اذا كانت المرأة حامل يعني اذا نطيها يعني البرانتال بوميت كلش يعني راح يكون بها efficient راح يكون كلش فعال اوكي يعني زين لها يعني مو مثل ما شخص مثل امرأة مثل امرأة وتاخذ برانتال بوميت يعني فعاليتها راح تكون اكثر اذا كانت برغنانت زين بعد اذا كان الشخص المريض يعاني شنو من انيميا شو لازم ياخد لازم نطي يعني ايرون حتى نعالج الانيميا بعد انتي لازم نطي دراجات انتي مضادة لهذه الورم لهذه الديدان بس بعد ما نتأكد انه اني عالجت الانيميا ما عنده هو انيميا الدور انتي 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 اكل يحتوي على بروتين هاي بروتين ضروري اوكي لان هو يصير عده نقص بالبروتين بعد بروتين شو نتوقع منها بروتين 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 يعني نحاول انه نخلي التربة نظيفة ننخلي الفيسيز انه فيسيز وهذه الأمو بالتربة لا هذي شوية بعد use of footwear to prevent inter larva through the skin of the food لازم الشخص الفلاح يرتدي الشغلات اللي لازم يرتديها بأقدامه يعني حتى مثل هذه الورم تخترق الجيد ما توصف يعني تصيبه بعد الغلوب همات لازم يلبس الغلوب حتى يعني تحمي ايدية زين الغلوب مصابين بيها كذلك الأشخاص الحاملين الهذي الورم لازم انعالجهم لهنا على خصة المحارة المصابين المصابين ent